أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء 17 وحدة للغسيل الكولوي بمختلف مستشفيات الجمهورية وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه كلال العام الجاري وأوضحت وزارة الصحة أنها وفرت 272 جهاز غسيل كولوية وجرى توزيعهم على جميع المستشفيات مشيرة إلى إنشاء 7 وحدات للغسيل الكولوي للأطفال بمستشفيات البطحة وضميات العام ومدينة النصر بالدقهلية وقناء العام إضافة إلى قوسنا العام وحميات الغردقة والطلبة بالإسكندرية